أطلق من الدولة في الاقتصاد والتخطيط سينابي برناباس أعمال مشروع دعم العدالة في شاد المرحلة الثانية المشروع يمول من قبل الاتحاد الأوروبي التفاصيل مع محمد حسن آدم يأتي اجتماء اللجنة المكلفة بتسيير مشروع دعم الأدالة في شاد المرحلة الثانية بهدف الانتلاقة الرسمية لأعمال ونشاطات المشروع الممول من جهة الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار برنامج إصلاح الجهاز القضائي بالبلاد وزير الأدل وحقوق الإنسان البروفوسير أحمد محمد حسن من ناحيته أشار إلى أهمية الشراك القائمة بين البلاد والاتحاد الأوروبي كما أداف بأن المرحلة الأولى للمشروع التي استمرت لمدة خمس سنوات ساهمت في تحقيق العديد من البرامج لا سيما تحسين ظروف العمل القضائي وتقويت كفاءات القضاة وكتبة العدل ومنفذي الحكومة إلى جانب توفير المعدات اللازمة للعمل وتحسين الخدمات وإدارة السجون سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد دينيسا إلينا يونيتا أشادت بجهود اللجنة التسييرية للمشروع وما حققته من إنجازات ساهمت في تعزيز الأدالة بشاد كما أكدت وقوف الاتحاد الأوروبي الدائم بجانب الحكومة الشادية لتعزيز دولة القانون وتحقيق التنمية الشاملة أمين الدولة في الاقتصاد والتقطيط التنموي سينيابي برنباس شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للبلاد ومساهمته في تحقيق القطة الوطنية للتنمية التي ودأت الحكومة من عجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة مأحلول العام 2030 كما طلب من المنسقية الوطنية للمشروع المضي قدما وبزل المزيد من العمل لبلوغ الأهداف المنشودة وأن الميزانية التسييرية لأعمال المشروع قدرت بـ 15 مليون يورو ترجمة نانسي قنقر